نروح لنادي الزمالك وفرجاني ساسي طبعا مبلغ كبير جدا بيحصل عليه اللاعب التونسي مع نادي الزمالك حوالي 30 مليون جنيه وبالتالي نادي الزمالك قرر بنهاية الموسم الحالي وبداية الموسم القادم هو عرض فرجاني ساسي للبيع ان لو اي عرض جيل فرجاني ساسي في الصيف الزمالك هوافق فورا بسبب الفلوس الكثيرة اللي بتقضاها اللاعب في الموسم اللي زي ما قلت لحضراتكم 30 مليون جنيه ما فيه شك انه هو لاعب كبير جدا لاعب مؤثر بشكل كبير لكن خزينة نادي الزمالك في الوقت الحالي لا تتحمل ابدا انها تدفع 30 مليون جنيه للاعب واحد في موسم واحد لكن نادي الزمالك ان شاء الله يكون قادر على لو ده حصل فعلا لو ده حصل فعلا نادي الزمالك ان شاء الله يقدر يعوض بلاعب يكون على نفسه قدرات وامكانيات فرجاني ساسي طيب خلصنا مع حضراتكم كده يعني معظم الاخبار اللي موجودة معنا هنروح لفاصل وبعدي هنرجع نستقبل الكابتن احمد جوال احمد بلال ولكن بعد الفاصل